أفادت هيئة البس العامة الإسرائيلية بارتفاع عدد القتل الإسرائيليين إلى 900 على الأقل فضلاً عن 2600 إصابة من بينهم حالات خطرة وأذكر المكتب الصحفية تابع للحكومة الإسرائيلية أن عدد الرهاء في غزة يتجاوز 100 رهينة يأتي هذا بينما علنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار كامل على قطاع غزة يشمل حظر دخول الغذاء والوقود إضافة إلى قطع المياه ترجمة نانسي قنقر